مع كل مناسبة وموسم يشد المغترفون العائدون من المملكة السعودية الرحالة للعودة للوطن لقضاء إيجازتهم بين أهلهم وذويهم بعد شهور وسنوات من الغربة والكد والعمل إلا أن بعضهم للأسف لا تكتمل رحلة عودته إلا في كفن أو مصابا أو ربما مسلوبا كلما ادخره في غربته من عصابات التقطع العبر اسم بات كابوسا يقض تفكير كل مسافر عابر لهذه الطريق الدولي الرابط بين الوديعة وماربة وسيئون حتى بات البعض يسميه طريق العبر إلى الموت ومن لم يموت بالحفر والمطبات مات برصاص قطاع الطرق المعلومات تشير إلى أن أسباب كثرة الحوادث فيها ضيق الطريق وزحف الرمال المتحركة وكثرة الحفر والأخاديد التي أصابت الطريق نتيجة استخدامها لعبور ناقلات ضخمة لا يتحملها الطريق الإسفلتي المهدر سبب آخر استجد مؤخرا وبات يؤرق كثيرا من مرتادي الطريق التي يعتبر شريانا مهما من وإلى مارب وشبوى وحضر موت وهو ظهور عصابات تقطع تقوم بنهب وسلب المسافرين الآمنين العزل العبر صار طريقا للموت والخوف بامتياز وأصبح مشكلة مزمنة نتيجة التجاهل والإهمال الرسمي ولا يمر أسبوع دون حوادث مرورية أو جرائم تقطع وبعد تكاثر الشكاوى والنداءات لم يتجاوز التفاعل الحكومي أكثر من مجرد توجيه حكومي بتوفير انتشار أمني لحماية المسافرين من قطاع الطرق بينما مشكلة ضيق الطريق وتوسيعه بقيت قيد التجاهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر